اشتركوا في القناة لآخر العمر ازاي لأبا؟ هو في ناس حوالي في ناس حوالي هو عربي ده مجموعة أشخاص عرفتهم في حياتي يعني كتير منهم منهم حد كان جاري ياما كنت في الهرب حد كان جاري ياما كنت في الهرب ومنهم أم واحد يقرب لي ابن خال إخواتي عندي إخوات من أم تانية الله يرحمه اسم محمد الشرنوبي خدت منه خدت منه طريقة الكلام يعني طريقة الكلام عربي دي بتاعت محمد الشرنوبي الله يرحمه التصرفات دي بتاعت ناس تانية أعرفه مش هول أسميهم طبعا مزعجة خمر جي مرة بتاع ناسم مرة بيصلي مرة وبدأن مرة الكوكتيل ده موجود وملتشف في مصفري جدا يعني أه ومش من دلوقتي ما من زمان الحقيق يعني من أيام عمينا نجيب محفوظ ما رصد فكرة الازدواجية دي في السيد المتحتك هنا والمرعب هنا طبعا فهي قديمة فينا من زمان وربنا يديمها دي حاجة كويسة ده مميزات الشخصية الوصولية طبعا بتعارفش ملهمش باسكة تعارفش أم هنا ولا هنا ولا هنا أنا كل شوية بلاقي أنا يا بنتي بتستخدم في كل شبر مش هتنا خد الشهادة على عقد الجواش العرف اللي بيني وبنتشكى هنا يا بنتي طبعا فدي بتاعتك ولا بتاعت السونيرست اللي كاتب ولا جات إزاي هي جات في ساعتها والكاميرا دايرة أنا كنت أقرد أول حاجة تانية وحافظ ثلاث جمل وموجودين وكاتبهم وساد سيد فؤاد الإليسيناريست وعملنا عليهم بروفات وكلها بس ساعة التصوير أنا لقيتني بقولك يعني اللي رد عرابي مش صبر صبر كان حافظ والله بس اللي رده هو بسراعة فحتى ساعة الناس كلها دي حكت في البلاتو إنما كانت فرصة في كلمني شكرا دي من حكتين مهمين جدا إن كان عندي سناريو في شخصية غنية ينفع تتحرك شمال ويمين وفوق وتحت وأشكر سيد فؤاد على السناريو اللي في هذه المساحة وكان فيه إن خالد يوسف طول الوقت كان مدي حتة العرابي يروح يعني كان بسيبه يروح ويشوف إيه اللي مش عاجبه فكان عنده حتة دي الحقيقة خالد عاملها مع الشخصية دي فده إدى إدى مساحة حلوة للعرابي إنه إديني مساحة إنه أعمل العرابي ببراح يعني آآ وتقريبا كل إفاته عايشة ابني لازينة أنا يا بنت يعني جات وليدة اللحظة ده أنا أنا يعني وبدأ كمان مش بس الناس باستخدمها في الشارع أو على الكوميكس مدأ زملا يستخدمها في التمثيل دلوقتي مسلسلات وأنا كمان أنا نفسي عملت حسن الباشف من نمعاد عمل تحية العرابي لما قال البنت أنا يا بنتي فأنا كنت قاصد أحية العرابي يعني حسن حسن